درجات حرارة أقل من معدلاتهم مثل هذا الوقت من العام وتقص مائل للبرودة التفاصيل بعد قليل بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أهلا وسهلا بكم من جديد متابعي تقص العرب في الأردن نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من تقص العرب إذن انخفضت درجات الحرارة مقاتبا بالأيام القليلة القادمة درجات الحرارة كانت أقل من معدلاتهم مثل هذا الوقت من العام خلال ساعة نهر اليوم ويتوقع أن تنخف الدرجات الحرارة بشكل إضافي خلال يوم الاثنين تفاصيل أكثر نستعرض بخراءة توزيع الدرجات الحرارة المتوقعة من نهر اليوم الأحد وخلال أيام القليلة القادمة كما تلاحظون هذه الكتلة الهوائية ذات الدرجات الحرارة الأقل من المعتاد تتحرك من شرق البحر العبيد المتوسط مباشرة نحو منطقة بلاد الشام والمملكة درجات الحرارة انخفضت خلال ساعة نهر يوم الأحد لكن هناك انخفاض إضافي على درجات الحرارة يوم الاثنين حيث تصبح أقل بكثير من معدلاتهم مثل هذا الوقت من العام تكون الأجواء مائلة البرودة في الجبال خلال ساعة النهر يوم الاثنين بينما تكون باردة بشكل لافت خلال ساعات الليل كما تنتشر كميات من الغيوم المنخفضة والمتوسطة لارتفاع ترافق هذه الكتلة الهوائية ذات الخصاص الرطبة حيث استعمل هذه الغيوم على هطول بعض زخات من الأمطار خلال يومي الاثنين والثلاثة في بعض المناطق من المملكة خاصة منها أمطار الشمالية والوسطى تكون أمطار متفرقة ومحلية الطابع نذهب الآن للعاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة حتى تكون الأجواء رطبة بشكل عام 15 درجة مئوية كحرار الدنيا الملموسة 15 درجة مئوية أما الرطوبة تكون مرتفعة حوالي 100% والرياح تكون غربية معتدلة السرعة نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة يوم الاثنين 21 درجة مئوية مع انتشار كميات من غيوم الخفضة أما ليلا 14 درجة مئوية مع جواء رطبة بشكل عام يوم ثلاثة فرصة لزخات من الأمطار 21 درجة مئوية كحرار العظم أما الصغرى 14 درجة مئوية يوم الأربعة انتشار كميات من الغيوم تستمر درجات الحرارة في بداية العشرينيات خلال ساعة النهار بينما تنخفض ليلا لتسجل 12 درجة مئوية فقط نهذا بالآن ونستعرض وإياكم تفاصيل الحالة جوية المتوقعة في باقي المدن الأردنية نبدأها من المنطقة الشمالية فرصة لزخات متفرقة من الأمطار في كل من إربد وعجلون وجرش إربد تسجل 25 إلى 16 نفس الحرارة في جرش أما عجلون 23 إلى 15 وانتشار كميات من الغيوم في المفرق مع 25 درجة مئوية كحرار العظم أما الصغرى 13 درجة مئوية المنطقة الوسطى انتشار كميات من الغيوم بشكل عام هي غيوم عبارة عن غيوم منخفضة ومتوسطة الارتفاع قد تعمل على هطو بعض زخات من الأمطار في بعض المناطق والأجزاء الغربية من العاصمة عمان الزرقاء تسجل 25 درجة مئوية كحرار العظم أما الصغرى 15 عمان 21 إلى 14 البلقاء 22 إلى 16 ومأدبة 23 إلى 15 والبحمية 30 إلى 24 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكاركتاق الصافي مع 21 إلى 13 الطفيلة 21 إلى 12 الشبكة جواء باردة بشكل لافت خلال ساعة الليل 10 درجة مئوية فقط أما العظم تسجل 21 معان 26 إلى 13 والعقبة 30 إلى 20 درجة مئوية نختم نشاطنا بتوقعات الجوية للمنطقة الشرقية الأزرق 27 إلى 14 الصفاوي 27 إلى 13 ورويشة 27 إلى 13 أيضا مع أجواء صافية كان هذا كل ما لدينا لحد الآن الاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرس سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة